أعلن مرشح الحزب الجمهوري حاكم فلوريدا رون ديسان نيتس انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي معلنا تأييده لمنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ينظر إليه على أنه المرشح الأقوى للفوز بترشيح الحزب أما بدوره فقد علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على انسحاب منافسه بقوله إنه يشرف للغاية تأييد ديسان تس له في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري معربا كذلك عن تطلعه للعمل معه السهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتصعد على ما يبدو في السباق الرئاسي ليدخل البيت الأبيض من أوسع أبوابه بعد انسحاب منافسه الأبرز عن الحزب الجمهوري حاكم فلوريدا رون ديستانتس وإعلانه تأييد لترامب السياسي الجمهوري برر هذا الانسحاب بعدم رؤية طريق واضح لنصر مضيفا أنه بات واضحا أن الغالبية من أصوات الجمهوريين تريد أن تمنح ترامب فرصة أخرى حيث أظهرت عدة استطلاعات رأي أوائل عام 2023 تفوق ديستانتس على ترامب إلى أن الشعبية تأخذ بالتراجع منذ عدة أشهر بسبب الاستراتيجية المعيبة لحملته وافتقاره الواضح للمرونة في تعاملهم مع الناخبين فيما يتعلق بشؤون الحملة فضلا عن سيطرة ترامب القوية حتى الآن على جزء كبير من قاعدة الحزب الانتخابية وفي رد فعل على انسحاب حاكم فلوريدا أكد ترامب أنه يشرف للغاية تأييد استانتس له في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري مضيفا أنه يتطلع للعمل معه للتغلب على الرئيس جو بايدن الذي وصفه بالأسوأ والأكثر فسادا على حد تعبيره ويعني انسحاب استانتس بقى آخر منافس جمهوري لترامب وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي أظهر استطلع على الرأي تقدم الرئيس السابق عليها في ولاية نيوهامبشاير أممشاير